بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من الله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة عشر من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب وفي هذه الحلقة أواصل حديث الذي بدأت قبل حلقتين عن مجاهدين الذين جاهدوا فرنسا وجاهدوا إسبانيا وقفوا شوكة في حلوقها وفي جنبها بفضل الله تعالى اليوم نتحدث عن الشريف أحمد الرئيسوني أحمد الرئيسوني أحد شرفاء المغرب الذين جاهدوا الإسبان جهادا طويلا واختلفت فيه الأنظار أنظار المؤرخين فمن قائل إنه مجاهد عظيم وهذا رأيي وخلاصة رأيي الذي بعد دراسة حياة هذا المجاهد ومن قائل إنه كان يستغل الجهاد لأجل تحقيق مآرف شخصية وعقد معاهدات مع إسبانيا يأتيه مال بسببها وكذا وأظن أن رجل مظلوم في هذا وأحمد الرئيسوني الغالب إن شاء الله أنه مخلص وأنه مجاهد لوجه الله تبارك وتعالى لكن كان يزاوج يجمع يعني بين السياسة والجهاد فتارت أن يجنحوا إلى السياسة والمصالحة مع الإسبان وعقد الاتفاقيات وتارت أن يجنحوا إلى الجهاد وهكذا اليوم إحنا عندنا هذا مفهوم يعني اليوم ليس هناك جهاد إن لم يكنك ذراع سياسي له هناك أي فئة مجاهدة اليوم في سوريا فئة جاهد ولديها ذراع سياسي وفي كل بلاد العالم كل الحركات المقاومة لها ذراع سياسي فكان الذراع السياسي من يفترض يفترض يكون السلطان لكن أسف السلطان ضعيف ومحاصر في مغرب قبل قبيل الحماية وبعد الحماية ما يستطيع فعل شيئا فالذي حصل أن الرئيسوني كان هو المجاهد وفي الوقت نفسه كان هو الذراع السياسي لجهاده يعني هو الذي يتفاوت مع الإسبان ويقع معاهدات الصلح وفي الوقت نفسه هو المجاهد في ساحات المعارك هكذا وهكذا يجنح إلى هذا تارة وإلى تلك أخرى ولهذا اخترفت أنظار المؤرخين فيه على أني أرى والله أعلم أن كلمة الصحيحة في شأنه أنه مخلص إن شاء الله وأنه مجاهد وأنه قام لوجه الله تبارك وتعالى الرئيسوني ولد في بلدة زينات القريبة من طنجة بالريف المغربي عام 1276 الهجرة بتاريخ النصارى سنة 1860 الرئيسوني طبعا ربي تربية إسلامية دينية كالعادة كل أبناء ذلك الزمان يربون هكذا والده توفي تركوا يتيما في حضن والدته ربته وعنيت به كانت تحلم أن يكون ولدها عالما دينيا يا أم الناس في الصلوات وكذا لكن سبحان الله ولدها صار مجاهدا حربيا الرئيسوني حياته طويلة وفيها محطات كثيرة جدا أنا سأحاول أوجزها يعني حياته فيها غبش أيضا في التصور وفي الأحداث وفي التداخل يعني هو ما قبل الحماية وبعد الحماية هكذا يعني استمر جهاده طويلا و جهاده في الريف وخارج الريف يعني هكذا وهكذا أيضا كان تارة تحت السلطان وتارة خارج عن طاعة السلطان سواء كان الحسن أو عبد العزيز أو عبد الحفيظ أو يوسف يعني تارة يكون معهم تارة يكونوا خارجا عن سلطتهم هو أول من ابتدع فكرة الاختطاف لأساسة الأوروبيين الموجودين في طنجة وحوالي طنجة وللأغنياء الأوروبيين الكبار ويطلقهم مقابل فدية عظيمة وكانت هذه طريقة جميلة أثرت كثيرا آنذاك هو أول من تبع سياسة الاختطاف هو أول من قدم وثيقة يعني ما شاء الله الأولية عنده في جوانب كثيرة أول من قدم وثيقة تطالب بالاستقلال تطالب باستقلال المغرب في 30 مايو سنة 1919 قدم هذه الوثيقة رحمة الله عليه يعني سنة 1337 أو 36 للهجرة بسبب بطولات الريف وبطولات هذا الرجل العظيم الرئيسوني رحمة الله عليه لم يستطع الإسبان أن يتقدموا من طنجة إلى الشاون يعني مسافة يسيرة إلا في عشر سنوات الله أكبر أو في سبع سنوات سبع سنوات سبع سنوات استغرق منهم الأمر للتقدم من تطوان التي احتلوها مبكرا إلى الشاون سبع سنوات يا الإخوة والأخوات بسبب مقاومة الرجال العظماء انظروا إلى الرجال العظماء ماذا يصنعون وكيف يفعلون رحمة الله عليه خرج أولا على الحسن الأول لما رأى الضعف ورأى الأوضاع ورأى كذا فخرج عليه لكنه تمكن من أسره ووضعه مكبلا بالحديد ثلاث سنوات تقريبا حتى توسط بعض أقاربه لدى السلطان هذا محمد الطريس توسط لدى السلطان لأن الطريس من نفس القبيلة أو من نفس الفخذ مع الرئيسوني فيقول هاريس أحد الأوروبيين كان الرئيسوني في السجن مقيدا بالأغلال من عنقه ويديه ورجليه ويعاني من البرد والعمل الشاق هذه الوضعية ستدفعه إلى استعطاف الشرفاء الرئيسونيين من أجل تدخل إطلاق صراحه لكنه بمجرد خروج من السجن سيعود لسابق أفعاله بل استخدام أساليب وسائل جديدة في المواجهة مع المخزن أي الحكومة المغربية تتمثل في سياسة الاختطاف أي للأوروبيين لما مات السلطان عفى عنه السلطان حسن مات عفى عنه وخلفه سلطان عبد العزيز بقي فترة معتزلا الأحداث فلما اضطربت أمور المغرب خرج على المخزن ونادى بالجهاد لأن شاعر أن عبد العزيز ضعيف وأن الأمور مضطربة فنادى بالجهاد على المخزن وعلى من يحاول أن يحتل المغرب ويقضم أطرافه إلى أن وقعت معاهدة الحماية بعد ذلك السلطان يستولي على عدد من المناطق بجواره حتى طر السلطان عبد العزيز إلى تعيينه عاملا بأحواز طنجة إقليم اسمه الفحص الفحص هكذا بأحواز طنجة صار هو العامل فيه من قبل السلطان يعني السلطان يريد أن يتفرغ لمواجهة ثورة بو حمارة فأرد أن يتقي شر الرئيسوني فجعله عاملا عليه أميرا يعني على الحفص قاد من مسقط رأسه زينات قاد عدة قبائل وكانوا منتزمم تعليمات الحكومة المغربية وأجبر السكان على أداء الضرائب للمخزن يعني الحكومة المغربية وفعل أشياء حسنة لصالح المغاربة وصالح الحكومة المغربية حصلت أحداث قلت لكم سيرته عجيبة ومتداخلة حصلت أحداث أدت إلى أن تسوق علاقته بالحكومة واستولى على مدينة أصيلة استولى على مدينة أصيلة ثم وضمها إلى طنجة وإلى ما كان يحكم يعني من أحواز طنجة ومن أصيلة ومن زينات ومن هذه المناطق الأوروبيون ضغطوا لعزل الرئيسوني فعزل بناء على طلب البعثات الأوروبية الموجودة في طنجة التي ما تحملت الرئيسوني وطلبت من السلطان أن يعزله فعزل وعاد إلى زينات ما سقط رأسه لوحق إلى الزينات ولكنه هرب وما استطاع أن يقبضوا عليه الحكومة غريمة الصلاة أن تقبض عليه فكر أن يتحق ببو حمارة وثورته في الريف لأن بو حمارة كان متصورا بصورة المجاهد ومدعيا أنه محمد بن الحسن الأمير وكذا زورا وبهتانا وما كان أحد يعرف حقيقته بتلك الصورة في بداية أمره لكن ما كتب له أن يلتحق بثورة بو حمارة لحسن حظه ولجميل قدره أرسل السلطان إليه رجلا اسمه ماك ماكلين هاري ماكلين هاري هذا جنرال إنجليزي بجيش المغربي بالأسف كان جيش المغربي فيه جنرالات إنجليز وجنرالات فرنسيون وإسبان يعني يحكمون الضباط وكذا ويدربون الجيش يعني أرسل هذا جنرال ماكلين ليتفاهم مع الرئيسوني أرسله السلطان عبد العزيز و يعني طلب منه أن يأتي إلى فاس وأن السلطان سيعفو عنه وكذا فعلا الرئيسوني استجاب الأمر ودخل تحت طاعة السلطان مرة أخرى السلطان هنا صارت حيلة عجيبة السلطان أرسل رسالتين أرسل رسالة لي محمد جباس أو القباس هذا وزير الحرب كان وكان أحد الخوانة الفاسدين السيئين أصله إسباني وأسلم عائلته وأرسل رسالة للقباس أن يقوم باعتقال الشريف الرئيسوني في الوقت المناسب وأرسل رسالة للرئيسوني هذا مع مكلين هاري مكلين هذا أرسل رسال رئيسوني يخبره بالعفو هذا هاري مكلين طبيعة الحال ما يعرف العربية أخطأ أعطى هذه الرسالة للرئيسوني وعطى تلك الرسالة له فلما قرأ الرئيسوني رسالة فيها الأمر بطمين الرئيسوني ثم اعتقاله اعتقل هو مباشرة هاري ماكلين هذا اعتقله عنده وبقي عنده يعني شهور عديدة وكانت هذه الحيلة انقلبت نض السلطان طبعا بهذه الطريقة ارسل السلطان ما وجد سلطان عبداليزيل ان يرسل الحملة الى الرئيسوني فانتصر عليها الرئيسوني واصبح بطلا قوميا لانه طبعا يحتفظ بجنرال كبير عنده واصبح في نظر اوروبا ايضا بطلا مغربيا وكذا وكان سارت مفاوضات لاطلاقه وكان المخزن المغربي الحكومة المغربية يعني تريد اغلاق ملف هاري ماكلين بسرعة بسبب ضغوطات البريطانيين طالب الرئيسوني بثلاثة شروط اذا اطلاقي بثلاثة شروط 25 الف جنيه استرليني الحماية البريطانية له ويعادت بناء منزله بزينات لانه هدم من قبل سلطات المخزن وافق السلطان وافقت انجلترا واطلق لكن بقي تحت هو تحت الحماية البريطانية يعني ما يستطيع المخزن ان يصنع له شيئا وطلبه السلطان بفاس فذهب وقيمة الزينات لحضوره وتفاهم مع السلطان وكذا وانتهى الامر بيعني ان يحكم المنطقة باسم السلطان الجديد باسم السلطان الجديد كان عبد الحفيظ رحمة الله عليه سلطان عبد الحفيظ ومدينة اصيلة اتخذها مركزا له عاصمة لحكمه وانتهى الامر على هذا الحال في الاول يعني زاد ضغط على الاوروبيين احتجز رجال اعمال منهم من الاوروبيين وكان هناك رجل اعمال امريكي ثري جدا استطاع ان يحجز زوجته وكذا وديت مبالغ كبيرة من اجل تحريري هؤلاء وصار يسلك مع الاسبان مسالك مراوغة تارة يسالمهم وتارة يحاربهم يقول المؤرخ الاسباني ميكل مارتين بعد احتلال تطوان في عام 1913 1331 يعني للهجرة سارت ثورته ضد الاحتلال فقط يعني كانت اول ضد المخزن المغربي سارت ثورته ضد الاحتلال فقط وبدأت نيران وتشتعل وتصعد الغليان في البوادي وكانت شعل النار تظهر في قمم الجبال ليلا كما ان الاجتماعات والاتفاقات والدعوة والتحرير المغرب اجتاحت كل المنطقة وبدأت الهجومات هذا كلام الاسباني بدأت الهجومات على تطوان واطلاق النار واصبحت طرق غير مأمونة وبدأت مدريد تتخوف لما رأت كيف ينتشر انصار الريسوني في البلاد وكيف يهاجمون الاسبان واستطاع طبعا الريسوني ان يلحق بالاسبان عدة خسائر وان يقطع الطريق بعد ان هاجم اصيلة والقصر كبير قطع الطريق المواصلات بين سكتة وططوان وهو طريق مهم للاسبان طبعا طريق مهم جدا لان كلتا المدينتين كانت قد احتلت احتلتا انذاك فقطع الطريق وعقدت هدنة بينه وبين الاسبان في ططوان يعني هكذا استمرت حياته هكذا وهكذا بين قتال وهدنة جهاد وهدنة في احدى المعارك بالقرب من تطوان اسقط الريسوني من معه اول طائرة اسبانية اسقطت تخير طائرة اسبانية تسقطها ليس امرا سهلا اسطاني اسقطها وبفضل الله تعالى ويعني استمر الامر الى ان عين رجل مندوب سامي اسباني جديد اسمه خردانا مفوض سامي اسباني قال ان نهجي يرتكز على عدم خلقه وبيننا وبين المغاربة يعني يريد ان ياخذ المغاربة بالسياسة وبالليين وعدم الدخول في حرب ابدا وبموجب هذا طبعا استطاع ان يتصل الى اتفاق سري مع الريسوني ينهي الحرب بينهما ينهي الحرب بينهما ولكن الريسوني بعد ذلك لما وجد ان الاسبان يتحركون بسرعة من اجل ابتلاع مناطق اخرى بدأ يجمع القبائل حوله ليشن حملة جديدة ضد الاسبان اسمعوا هذا امر مهم ايضا خردانا هذا كان يعتبر ان معاهداته تشكل درب صليب حقيقي يعني بمعنى انه ينشر الحرب الصليبية بهدوء ويأخذ المدن والقرى تلو بعضها بعضا بهدوء بسبب ايش؟ بسبب المعاهدة مع الريسوني فكان يرى خردانا منهجه جيد يعني المهم الاسبان بسبب النفقات الكبيرة الحرب سواء كان مع الريسوني او مع غيره من الريف ايضا بدأوا يثورون شعب الاسباني وذكرت هذا انا في حلقة الماضية حلقة الشريف محمد اميزيان وصار فيه اضرابات الى اخره الريسوني ارسل رسالة تحذيري الى اسبانيا بسبب ما وجده من تعدي الاسبان على المعاهدة بينهما قال ان القادة العسكريين للمواقع التي توجد تحت قيادتكم لا يمر يوم دون ان يقترفوا اعمالا ضد الناس تستلزم العقاب منتهزين كل الفرص لاعتقال الاهلين في المدن والاسواق والطرق مسببين لهم اضرارا في محاصيلهم واراضيهم المزروعة ونازعين منهم اموالهم واملاكهم كما انهم لا يكفون عن زرع الموت واحداث الجروح والتبرع بالضربات واشكال اخرى من التعذيب العسكري وان الشكاوى تصلني بدون انقطاع وقد اصبح هذا الوضع يستوجب الاستعجال يعني منكم ايها الاسبان لمعالجته واني مقتنع تمام الاقتناع ان هذه الاعمال يتم القيام بها بنية مسبقة لاشعال نار الثورة والتمرد واذا كان معالي المفوض السامي يتطلع الى ارهابنا وافزاعنا بهذه السياسة فليكن في علمكم اننا لا ننتمي الى فصيلة الاشجار التي تترك فاكهتها تتساقط تحت وقع الهزات العنيفة اننا من معين تلك الصخرة التي لا ينال من طبيعتها لا الضغط منخفض للبرد القارس ولا تأجج النار الشديدة المسلطة عليها اسمع الكلام وفي رسالة اخرى موجه الانفوض السامي يقول بصورة رائعة انت جنرال عندك قوة وتملك البنادق والمدافع انك كبير مثل البحر لكني انا الشريف مثل الريح عندما تكون الريح هادئة يكون البحر ساكنا ولما تهب الريح يهيج البحر ويتموج فلا تدفعني الى الهبوب اسمعوا كيف العزة يهدد الاسبان بهذه الطريقة ويعني استمرت المعارضة الشعبية في ان نص اريد ان اقرأ عليكم مهم قال النص في وضع الاسبان وصلت النفقات العسكرية عام 1920 الى مئات الملايين وازداد عدد الجيش الاسبان 226 الف تصوروا هذا الرقم وجيش نظامي عنده اسلحة ومع ذلك ما تحسن الوضع الضباط كسالة المجندون الاسبان اميون كانت ثقة القادة في معارفهم الهزيلة ضعيفة كان عليهم انواجهوا رجالا عظماء يعني يقصدون ريسوني وجماعته يعرفون الارض شبرا شبرا ومقتنعين بعدالة جهادهم كانت ادارة جميع المناطق تتم بشكل سيء كان لعب اسمعوا هذا مهم كانت معنيوات الجنود الاسبان في الحضيد كان لعب القمار والادمان على الخمر والدعارة قوتنا اليومي وحتى اصبح الجنود مصابين بمرض الزهري والتعقيبة ليصبحوا في تعداد المرضى وذكر اشياء عجيبة عن فرار الجنود الاسبان من خدمة العسكرية والخوف الشديد من الريسوني والمقاومة المغربية في الريف ثقة الضباط في قادتهم لم تكن قوية يعني ذكروا اشياء عجيبة من الضعف الموجود ولولا الخوانة ولولا ان كل فريق كان يجاهد منفردا وسأتي على هذه النقطة ما استطاع الاسبان ان يستولوا على ما استولوا عليه دولة اوربيم درجة ثانية دولة ضعيفة كممكن المغاربة يتصدوا لها لكن التفرقة والخلاف والضعف والضعف الوازع الديني والضعف التوكل على الله وقلة السلاح بيد المغاربة كل هذا له اثره الكبير طبعا في هذه القضية المؤرخ منويل اورتيغا يقول في كتابي عن الريسوني عندما نتأمل سيرة هذا الرجل امبراطور الجبل سماه امبراطور الجبل المحتمي بالغابات الطبيعية والجبال والذي تحدى قوة الخصوم الرغم الاسلحة والمدافع التي يملكونها ورغم الذهب الذي ظلوا يغرونه به ان ندرك ان الريسوني لم يكن دنيئا ويقول توما غارسيا في غراس في كتاب المغرب كان الريسوني يتمتع بذكاء عال ويقظة كبيرة له ممارسة سياسية على قدر كبير من النج ودراية كبيرة بالاوضاع السياسية الدولية واوضاع العالم الاسلامي وكان يطمح الى رؤية المغرب حرا دون اي وصاية اجنبية ويقول فرانسيسكو هرناندث مير كانت فرنسا واسباني تدركان قوته وتأثيره في القبائل لذلك حاولت الدولتان ترويج تهم الخيانة ضده اسمعوا كيف يشويهون صورة المجاهدين حتى يسقطوا من عين الناس ويسهل هزيمتهم وروجوا تهم الخيانة ضده وقالوا انه ساعد اسبانيا على احتلال العرائش والقصر الكبير انظروا كيف يتهمون المجاهدين ومن سياسته الحكيمة ان رئيس امريكا ويلسون عقب الحرب العالمية الاولى قدم مبادئه المسمى مبادئ الاربع عشرة التي تنص على استقلال البلاد وجلاء الاستخراب العالمي منها وكان ويلسون يعني يظهر بمظهر الحامل الشعوب هكذا رئيس امريكي رئيس امريكا فقدم له رسالة يذكره يذكره بمبادئه ويريد منه ان يسعى ويضغط على المغرب على الفرنسا واسبانيا من اجل اعطاء المغرب الاستقلال هكذا يعني هناك نقطة حقيقة فيها غبش كبير علاقة محمد عبد الكريم الخطابي محمد عبد الكريم الخطابي طلب من الرئيسوني ان يكون معه وان يتحدى معا في الريف من اجل اسقاط المغرب والعلا الضخمة الازلية انه ما اتفق يعني محمد عبد الكريم الخطابي حقيقة عرض على الرئيسوني الرئيسوني كان يتوجس خيفة من الخطابي لان يعني صورة الخطابي قد شوهت للأسف في المغرب ما نال حقه التاريخي الخطابي وسأتي في حلقات على تفصيل هذا ما اريد ان اأتي عليه الآن لكن عندما عرض عليه محمد الكريم الخطابي مساعدته وفي الجهاد وكذا بادى الرئيسوني الى ابرام صلح مع الحكومة الاسبانية يعني وحاول الخطاب ان يقنعوا بالعدول عن هذا الصلح لا ادري كان الرئيسوني مصرا على المضيف الصلح ربما نظر الى وضعه وكذا او ربما نظر الى عبد المحمد عبد الكريم الخطابي الى انه لم يرتح له ولا لعمله ما ادري لا تسألوني يعني في نص مهم تصريح لمحمد عبد الكريم الخطابي قال بعثنا له مندوبا للرئيسوني يعرض عليه مركز الحاكم في الريف يعني سبحان الله الخطاب يندرج تحته ويكون قائده الريسوني رغبة في توحيد الصفوف وازالت سوء التفاهم لكنه رفض ما عرضنا عليه فطبعا هو محمد الكريم الخطابي هنا عمل حركة اضطر اليها اسر الريسوني وبقي في اسره الى ان مات الريسوني هناك حادثة تعذر الريسوني الحادثة مهمة ان جاء اليه الخطابي متنكرا في سجنه وطلب مقابلته ورفض الريسوني قال هذا فقيه مبارك قابله لعله تنالك بركته وكذا وافق وسار يتكلم معه خطابي وكذا لما خرج قال لهذا الخطابي قال والله لو دريت انه هو وما هو عليه من اخلاص وجهاد لكنت تحته ما عندي مانع يعني مما يبرهن ويدلل على ان الريسوني كان منخدعا من تشويه صورة الخطابي يعني هذا احسن شيء سينوى البريطانية عملت فيلما رائعا عن الريسوني سمته الريح والاسد وواحد من اكثر الافلان تشويقا عن حياة الريسوني واضعت فيه قصة اختطاف هاريس واختطاف زوجة الملياردير الامريكي بيردي كاريس وإلى آخره يعني كان جيمس بوند مثل شخصية الريسوني الريسوني زارته امرأة صحفية انجليزية وكتبت كتابا سمته سلطان الجبال مما دونكم على عظم تأثيره آنذاك كتبته بالانجليزية وترجم قبل سنوات إلى الاسبانية وزارته في عرينه في تجروت وهي سيرة ذاتية بلسانه كتبتها أخذتها منه مباشرة ريسوني توفي رحمه الله إذن مرض ألم به عام 1343 1925 أتاه وفد في آخر عمره باسم المخزن يعني الحكومة المغربية وباسم اسبانيا يدعو إلى الذهاب إلى تطوان يتعالج هناك كان مريضا قال أنا أسلم لحيتي للإسبان أنا أسلم لحيتي للصليبيين أنا يعني إلى هذا الحد يعني رفع رأسه إلى بندقيته المعلقة فوقه قال أنا في آخر عمري لن يدعس النصارى على لحيتي لن يكون هذا أنا مثل المعتمد ابن عباد الذي قال رعي الإبل خير من رعي الخنازير فوجودي هنا في تجرود خير من وجودي في تطوان تحت عباءة الصليبيين لا أقبل ولا أرضى ومات وهو مريض ولم يرضى أن يذب إلى تطوان ليتعالج وهذا يدل إن شاء الله على إخلاصه الذي ذكرته لكم أنه مجاهد مخلص فرحمة الله على الرئيسون وأين مثله اليوم رحمة الله عليه ورفعه في علين والحق نبيه على أحسن حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة